معنا التليفون أحمد العريان رئيس تحرير موقع فلجون مسائل فل ماذا يحدث في المشهد الرياضي ومن يدير مصابقة الدوري المصري دلوقتي مسائل فل على حضرتكم مسائل فل على كل المشاهدين وطبعا تساؤلات حضرتك اللي قلتيها تساؤلات بريئة كلها في موضوع الحقيقة طبعا طبعا وفي موضوعها يعني الحقيقة كلها حاجات محتاجة إجابات ولا ينفع حد إجابها إلا المسؤولين بشكل عام طبعا اتحاد الكورة والمنوت بإدارة الكورة المصرية كستراتيجيات وكخطط عامة وكمنتخب طبعا واختلاف المنتخبات وكمسبقة كاس مصر بس في سنة دين اللي فاته يعني كانت الرابطة هي اللي بتدير الدوري وما زالت طبعا لأنه هو خلاص احنا من فتحولنا إلى دوري محترفين وهي رابطة الأندية المسؤولة عن إدارة الدوري المصري وكأس الربطة حتى الآن تقم انتخابات الربطة اللي هي للمسمي الجديد زي ما حالك تفضلتي وعشان كده اللي كان حاضر في قرعة بتاعة مسابقة الدوري للمسمي الجديد هي نفس الربطة القديمة اللي بتسير الأمور حتى الآن رغم أن ده لم يعلن بشكل رسمي الحقيقة ومش حد فدع قال إنه هو يعني الربطة هي اللي بتسير الأمور حتى هذه اللحظة طبعا إنه ما فيش حد غيرها أساسا أنت حد الكرة مالوش علاقة ضمثابة الدوري المصري بس ده مش رسمي ده بشكل مش رسمي حد الكرة مالوش علاقة رسميا وطالما ما فيش انتخابات جديدة فطبيعي لازم إنه هو الربطة هي اللي بتسير الأمور ده صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط لإني أساسي المفترض إنه هو لو ما الربطة هي تيجي ليه هي تبقى ملزمة إنها هي جديدة؟ إنها هي تمشي بنفس السياسة اللي بتاعة الربطة القديمة حددتها لها خد الربطة تبقى اتخاباتها في وقت مبكر جدا من قبل بداية الموسم علشان تبقى هي اللي تحدد شكل الدوري مثلا إحنا بنلعب الدوري السنادي بشكل استثنائي بدظام مختلف هل الربطة الجديدة اللي هتيجي؟ إين جيه ناس جديدة يعني؟ هتبقى مواسعة للكلام ده؟ ولا هتعمله إكبارا؟ طبعا هتبقى ملزمة ناية التزم ديه بس هو ده صح؟ أكيد مش صح مش ده الوضع الصح اللي احنا وكلها أوضاع غلط بنعيش فيها سبابها الرئيسي دايما هو عدم انتظام المسابقات وتأثير نهايتها اللي على مدار السنين اللي فاتت أدى لكل الأوضاع الغلط اللي احنا موجودين فيها دي بتركمة وملتالة علقة بعضها